قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة قد نرى أيها الرسول كثرة تسريح نظرك وتحول وجهك إلى السماء أملا وانتظارا وتطلعا لنزول الوحي عليك في شأن القبلة فلنولينك ولا نصرف أنك عن قبلة بيت المقدس إلى قبلة تحبها وترضاها وهي بيت الله الحرام فولي وأصرف وجهك تجاه بيت الله الحرام وأينما كنتم أيها المسلمون وأردتم الصلاة فتوجهوا أيضا إلى بيت الله الحرام قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه أرضاه كان أول ما نسخ في القرآن القبلة معنى النسخ رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه من القرآن أو السنة ورغم أن هذه الآية الكريمة هي أصل الحكاية وبداية قصة تحويل القبلة إلا أنها جاءت متأخرة عن باقي آيات تحويل القبلة وبنسمي هذا في البلاغة اسلوب التقديم والتأخير للفت النظر والتشويق والإثارة قال فضيلة الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه رغم أن عاطفة الرسول صلى الله عليه وسلم تجاه بيت الله الحرام وكبلة إبراهيم عليه السلام قوية وجياشة إلا أنه أطاع أمر ربه وتوجه لبيت المقدس في صلاته وهذه شهادة للرسول صلى الله عليه وسلم فبادر الحق عز وجل في إرضاء حبيبه وهو قائم يصليه فبعد أن صلى رقعتين تجاه بيت المقدس أمره الله عز وجل بتحويل القبلة تجاه بيت الله الحرام فصلى رقعتين